هناك تقصير كبير بالدعم الحكومي للألعاب غير كرة القدم يعني اللجنة الأممية تدعى المبلغ زهيد لاتحاد كرة اليد واتحاد كرة اليد مثبت بعشرين بالمئة فقط لا غير لدعم الاندي وهذا أبدا غير كافي يعني راح تتفاجأ يعني دعمنا جوز كل الأخوان كل المشاهدين راح يتفاجأوا أنه على الموسم كامل لفريق كرة اليد رجال الفريق الأول ستة ألاب دينار على الموسم كامل ما بين دوري والكاس مصاريفنا الشهرية إحنا استمس استعدادنا من شهر سبعة تمام مصاريفنا الشهرية تفوق 8000 دينار ممتاز غير المكافآت غير المصاريف النثرية تمام جائزة لقب الدوري ولقب الكاس كم على كل جائز يا سيدا كله دعم 6000 دينار اللاعب شهريا كم يكلف النادي نادي الصلطة متفاوت أنا عندي رواتب من 600 دينار عن ما احترامنا كل اللاعبين وكل الحقود سيدي راح تتفاجأ الأقل يعني خلنا نأخذ نعمل الأقل راح تتفاجأ إحنا منصرف حدود 80 ألف دينار سنوية ولولا القطاع الخاص والداعمين في النادي أبناء المدينة لن تقوم للعبة هلأ زي ما تفضلت أنت كمان في ناحية ثانية هلأ في شركات موجودة في مدينة الصلط هلأ ما بتدعم دعم نهائيا لنادي الصلط وهذا الحكي لازم أنهم هذور يتفاعلوا مع المجتمع المحلي هذا أشيء أساسي يعني غياب